الكلام كله كان بيتكلم مش هينفع منتخب اوكرانيا ويعتزل ومتخد مجاملة من بلاخن كلام كتير قبل البطولة لكن الميز انك لما تتحط في الملعب تثبت وجودك ما تردش رد في الملعب تريكا طلبوه بالاعتزال كفاية بطل بتضيع تاريخك مش عارف ايه في غيرك ممكن ياخد مكان بيلعب ابو تريكا اسي ليه مش عارف ابو تريكا كلام كتير جدا على تريكا ابو تريكا اختفى عن الاعلام ما بيتكلمش ما بيصرحش ما بيطلعش في قنوات ما بيعملش حاج خالص ابو تريكا رجع بشكل جيد ما شاء الله الله اكبر ربنا يوفقه وزي ما قلتهم بارح هؤلاء الذين طلبوه بالاعتزال انتوا عارفينهم واحد واحد هما مش واحد ولا اتنين وما اكتر من كده وانتوا عارفين كويس اسماءهم عارفينهم بالتفصيل هما مين احنا دلوقتي بنطلبهم ان هما اللي يعتزلوا عشان هما ما عندهمش رؤية هما عندهم كلام وخلاص هما عندهم نحنا نطلع ونتكلم ونسخن الدنيا والناس تتكلم عنها نحنا بنتكلم على مين على ابو تريكا نحنا بنقطع في ابو تريكا ده المنطق هذا الاسلوب لكن هن لو في اسلوب وقعي واسلوب بهدوء وارد جدا ان تريكا ينزل مستوى وارد جدا ان البركات ينزل مستوى وارد جدا ان نجومع ينزل مستوى انا بتكلم عن عبت النديل الهالي خصوصا يعني اللي هما اختصوهم بوابل من الانتقادات ويبطلوا ويعودوا وكفاية والكلام ده كله والاهلي لازم يفكر في قطاع الناشئين اللي ضمروا من والجزء والجزء اللي ضمر الناشئين والجزء اللي عمل في الناشئين الكلام اللي انتوا عارفينه ده كله قادي الأيام بتثبت قادي محمد أبوتريكا وليست من هذه المباراة في الفترة الأخيرة كلها بيقدي بشكل مميز جدا مع النادي الأهلي بيقدي بشكل كويس مع منتخب مصر معندوش أي مشكلة في أي حاجة وهو الميزة ان انت لما تيجي ترد رد في الملعب ما تتكلمش كتير وهذا ما يتبعه محمد أبوتريكا على فكرة تشيفتشينكو عنده حاليا 36 سنة 36 سنة سنه الحالي فالعمل المبارح ده طبعا اكيد يحسب له بشكل جيد جدا واتقال عليه في الصحافة النهاردة ان تشيفا أخرص السنة كل المشككين ده في أوكرانيا اللي قالوا كده قالوا انه أخرص السنة كل المشككين اللي شككوا فيه قبل بداية اليورو قدر مبارح انه يكسب منتخب بلده أمام السويد كلمشو عن نادي الأهلي بقى مباراة اليورو ومتابعة الناس لليورو أجلت اجتماعات مجلس الأهلي والمكتب التنفيذي خلال هذا الأسبوع هو كالتأجيل بسبب تعارض موعد المباريات مع موعد عقد الاجتماعات يعني زي ما انتوا شايفين المباريات كلها جميلة مفيش مباراة تقول حتى فيما تشارت تقول زي أوكرانيا والسويدن بارا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر